طب يلي لو خمتنا وحيرتنا ايش نشتر من هاي الكاميرات اسأل حالك هذول السؤالين حبيبي اولا كم ميزانيتك بكل بساطة وثانيا شو استخدامك للكاميرا بعدها بتعرف شو الكاميرا اللي انت بتحتاجها حسب هذول الجوابين فاعطيك اكم من مثال اذا ميزانيتك قليلي وحاب انت تجرب عالم التصوير الفوتوغرافي بدك تجيب كاميرا احترافية بدل تليفونك بنصحك بارخص كاميرا كانون ممكن انت تشتريها حاليا موجودة في السوق اللي هي الكنون 4000D كاميرا ممتازة عزيزيتها ممتازة فيها واي فاي كمان تقدر تشبكها على التليفون بتصور فيديو لكن هذا الفيديو ما بتقدر تنقل على تليفونك مباشرة بحتاج برنامج منتاج بتحول صيغته لاشي مقروع لتليفونك فبدك تنتبه لهاي النقطة ما فيها مدخل مايك ها لسه تعتبر كاميرا فوتوغراف فسعرها جديد 250-280 دينار مستعمل ممكن تلاقيها 220 دينار اما اذا بدك تنط درجة اعلى وتجرب تصور فيديو مع فوتو اكيد بنصحك عن الكاميرا المعروفة جدا اللي هي الكنون 250D 250D شاشتها بتلف هاي اولا خاصية اعلى من الاربعة تلاف دي فيها مدخل مايك الواي فاي فيها اسرع اذا بدك تتحكم فيها عن طريق التليفون فيها فيديو بخاصيات اعداد احترافية والفيديو تاحها ممكن انت تسحبه على التليفون ويتعرف عليه فهي الكاميرا جدا ممتازة وحديثة سعرها جديد من 500-520 دينار ننتقل لدرجة شوي اعلى وننتقل لفول سنسور او الفول فريم سنسور هون بنصحك بالكانون 6D Mark II هاي كاميرا DSLR فول فريم شاشتها بتلف وحديثة جدا انا استخدمتها شخصي جميلة جدا للفيديو والفوتوغراف لكل اشي اذا بدك النسخة الميرورلس منها الاحدث اللي هي الكنون EOS RP الار بي كمان جميلة جدا وبتنافس الكاميرات الاعلى منها زي كاميرا تلك الكنون EOS R العادية العطية الطبيعية بس بدنا ننتبه ان هذول الكاميرتين سعرهم جديد 1000-1100 دينار من غير عدسة بس بودي كاميرا مستعمل اذا لقيتهم من 800-850 دينار اردن هسا اذا بدك تدخل عالم التصوير الفوتو والفيديو الاحترافي بدك كاميرا تصمد معاك سنين اكيد بنصحك بالكانون EOS R اللي انا عم باستخدمها شخصي حاليا كاميرا جدا ممتازة الواي فاي فيها جدا سريع الشاشة تتش الفوكس كل اشي فيها ممتاز لاي مصور فوتوغراف او فيديوغراف حاليا بدي يدخل هذا السوق لكن هون بدنا ننتبه انه السعر ارتفع شوي ل 1500 دينار جديد ومستعمل ممكن تلاقيها ب 1200 دينار اذا لقيتها بس في شغلة مهم بدك تنتبه لها اذا بدك تشتري كاميرا مرورلس وعندك عدسات الكانون العادية اللي بتركب على الديسل R رح تحتاج ادابتر حلقة وصل بين الكاميرا المرورلس وعدسات الديسل R هذا الادابتر موجود كمان من شركة كانون جديد سعره 165 دينار تقريبا مستعمل بتلاقيه 100 دينار فهذا الادابتر انا بنصحك تجيبه لانه مش من اولها رح تجيب عدسات مرورلس عكاميرا مرورلس كثير غالي الموضوع فشوي شوي انت رح تطور طبعا كل اللي ذكرته سابقا هي كاميرات انا استخدمتها شخصي ومن خبرتي وجربتها مع طلابي شاشتهم متلف هاي نقطة مهمة جدا معدل 4000 دي وغير هيك كلهم فيهم واي فاي بتقدر تشبكهم على التليفون وتتواصل فيهم عن بعض طب يا ليه شو بالنسبة لكاميرات السوني والنكون بالنسبة للسوني رح اعمل فيديو لاحق بعدين لما اجرب اكثر من كاميرا من السوني والنكون بدي اسأل اصحاب الاختصاص اذا ممكن يعطوني مقارنات بالنسبة للكاميرات اللي انا جربتهم لانه النكون صراحة ان انا ما جربت كثير انواع من الكاميرات فما عندي خبرة كافية انصحكم بنوع ممتاز منهم وبعد هذا كله واذا لسه انت محتار حبيبي عادي جدا هذي شي طبيعي لا ترتبك لا تستحدي تواصل معي على انستجرام وانا بقدر اساعدك لكن بشرط اتجاوب سؤالين عندي كم ميزانيتك وشو استخدامك للكاميرا حتى اقدر ارد عليك بشكل سريع